أعلنت وزارة الموارد المائية والري الانتهاء من تأهيل طرع بأطوال تصل إلى 4 ألاف ومائة وثمانين كيلو مترا أضفت الوزارة في بيان لها أنه يجري حاليا تنفيذ 4 ألاف واربعمائة وستة وخمسين كيلو مترا أخرى وإزالة 37 ألف حالة تعدي بمساحة 5.40 مليون متر مربع في إطار الحملات الموسعة للإزالات اشتركوا في القناة